اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صحة وسعادة برنامج صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعة نور دبي وأيضا بالشراكة مع مستشفى الزهراء طبعا برنامج صحة وسعادة برنامج يعتني بالأمور الطبية والصحية وأيضا هو إحدى قنوات التواصل لهيئة الصحة بدبي فما لديه أي ملاحظة أي اقتراح أي استفسار أو حتى أي شكوى فما عليه إلا بالاتصال على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عبر الرسائل النصية واحد أربعة واحد أربعة طبعا إني شاركني في الحلقة اليوم زميلة عفوا بس فيه تصحيح في الستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد ستة أو أربعة صفر صفر ستة نعم رسالة النصية أربعة صفر صفر ستة طبعا ويالنا في التنسيق زميلة أشواق مسعد وأيضا في الإخراج عيسى سبيل طبعا كما عودناكم دائما في بداية كل حلقة هناك في بعض الأخبار السريعة التي نبتدي فيها بس بغينا نذكر لأخوان المستمعين أن آخر موعد للتأمين الصحي هو 31-12-2016 يعني ما باقي إلا تقريبا شهر ونأكد على الجميع أنه لازم يعملون لمستخدميهم ولموظفينهم أو من لديه قامة في إمارة دبي أن يكون لديه تأمين قبل نهاية هذا العام وإن شاء الله يوم الثلاثة بيكون معنا دكتور حيدر اليوسف وأيضا بيجاوب عن أي سفسارات لديكم بخصوص التأمين الصحي فعالية الدمي لوطني اليوم بتكون في جمارك دبي يعني إن شاء الله يكون هناك في مشاركة كبيرة لهذه الفعالية هذه الفعالية يعني في كل يوم في مكان بأحدى الدوائر الحكومية أو الجهات الرسمية فاليوم بتكون إن شاء الله في جمارك دبي أيضا بخصوص التغريدات الغذائية في تغريدة جاتنا من إدارة التغذية السريرية بهائة الصحة في دبي تقول مشروبات الطاقة لا تعطي طاقة بل تعتبر من المواد المنبهة يعني مثل القهوة والشاي يعني أيضا من المواضيع اللي مشارككم فيها اليوم بخصوص الأبراج هل الأبراج لها علاقة بالصحة؟ والله حد ممكن يقول نعم وحد ممكن يقول لا ولكن خلنا نقرأ هذا الموضوع ونشوف إذا كان فعلا هناك علاقة بين الأبراج وبين الصحة قراءة الأبراج تؤثر سلبا على الصحة يعتبر معظم الناس أن قراءة الأبراج هواية غير مؤذية لكن تضح مؤخرا أنها تؤثر سلبا على صحة من يهتم بها كثيرا ويتميز هؤلاء الناس بسلوك متهور وخاصة في حالة قراءتهم للتوقعات السلبية وهذا الأمر ليس مدهشا إذا أنهم يعيشون دائما بانتظار وقوع أحداث سلبية وأظهرت نتائج البحث الذي أجراه علماء من جامعة كولولورينا الجنوبية أن الإنسان الذي يعتقد أن مصيرها قد يتغير يميل اتخاذ قرارات عشوائية في حين كان يعتبر خلال السنوات الطويلة أن قراءة الأبراج تحسن المزاج وتشجع على القيام بخطوات حازمة وأكدت نتائج البحث الأخيرة أن قراءة الأبراج تصفر عن نتائج معاكسة تماما أنا عندي تجربة شخصية صراحة في يعني أنا برجي برج العذراء ولكن أبدا ما أجد قريت عن العذراء دائما أقرأ أبراج أخرى وكلهم ينطبقون علي دائما عندك مشاكل مالية ودائما في عندك أيضا اتصال من صديقة أو حد بيزورك فأكيد يعني لازم مدام أنت عايش لازم حد بيتصل بك أو بيزورك وحتى الأغنياء أيضا عندهم مشاكل مالية من معنات أنه ما عندهم فلوس ولكن ممكن يكون عندهم مثلا ضرائب ما دفعوها ممكن يكون هناك أقصاد ما استلموها أو شيء من هذا الموضوع الثاني أيضا موضوع المال والسلطة ليس مفتاحا للسعادة تختلف الآراء حول مسببات السعادة فبينما يرى البعض أن المال هو مفتاح السعادة يعتقد آخرون أن السلطة توصلهم إليها خبراء علم النفس يحللون الأمر ويقدمونه ببساطة مشيرين إلى مخاطر إدمان البحث عن السعادة ويؤكد الألماني منفير لوتوس وهو باحث في علم النفس أن المال لا يكفل لنا الشعور بالسعادة لأنها ليست مجرد مشاعر يمكن حصول عليها عبر مؤثرات ملموسة وعرف لوتوس السعادة الحقيقية باليقين من عدم السقوط في العدمية حتى في أشد الأزمات التي يمر بها المرء وعندها يمكننا أن نشعر بالسعادة طبعا في نفس الموضوع أيضا قال باحثون أمريكيون من جامعة مايكلينك الأمريكية قاموا أيضا بدراسة حول سبل الوصول إلى السعادة وتوصل الباحثون إلى استنتاج مهم مفادة أن السعادة يمكن لكل شخص أن يزرحها داخل نفسه فهناك ظروف معيشية بسيطة تجعلنا سعداء أكثر من الطرق التي نفكر بها والقرارات التي نتخذها وأن الأشخاص الذين ينشعون في أسر ثرية وحياتهم خالية من الجهد والإرهاق لا يعني أنهم يشعرون بالسعادة بشكل تلقائي أيضا من المواضيع عندنا وقت عيسى طيب أيضا هناك دراسة جميلة صراحة أنا أحب أشارك المستمعين فيها القلب أو الضحك ينعش القلب ويحميه من الأمراض قالت باحثتان أمريكيتان تارا كارفرد وسارا بيرسمان بجامعة كينسس الأمريكية أن الابتسام يساعد في الحفاظ على صحة القلب ويحميه من الأمراض وأكدت الباحثتان أن الأشخاص الذين يبتسمون خلال تعرضهم للإجهاد النفسي يتمتعون بانخفاض في معدل ضربات القلب ووجدت الدراسة التي شملت 169 شخص أن التبسم خلال التعرض للإجهاد النفسي من شأنه أن يساعد على الصحة القلب ويخفف من سرعة نبضاته وشملت الدراسة مرحلتين الأولى تدريبية والأخرى اختيارية وخلال المرحلة التدريبية قسم المشاركون إلى ثلاث مجموعات دربت كل منهم على تعابير وجه مختلفة وفي مرحلة الاختبار طلب من المشاركين القيام بأنشطة متعددة والذين لم يكنوا على علم به هو أن الأنشطة صممت لتكون مجهدة وتبين أن المجموعة التي أعطيت لها التعليمات بالتبسم سجلت معدلات ضربات قلب أقل بعد الانتهاء من الأنشطة المجهدة وقالت بيرسمان إنه في الوقت المقبل عندما تعلق في زحمة السير أو تختبر نوعا آخر من الإجهاد النفسي يجب أن تجعل وجهك مبتسما للحظة هذا لن يساعدك فحسب على تقبل الوضع الصعب نفسيا بل قد يساعدك في الواقع أو قد يساعد صحة قلبك أيضا طبعا نحن وصلنا للفاصل الأول إن شاء الله بعد الفاصل بيكون عندنا فقرتين فقرة بتكون بخصوص الخدمات الياقة الطبية في إمارة دبي وأيضا هناك فقرة أخرى بخصوص هناك تقنية جديدة أيضا تم استخدامها مؤخرا في مستشفياتنا ومستشفيات دبي فإن شاء الله بعد الفاصل بنتكلم عنها فاصل ونواصل إن شاء الله صحة وسعادة مرحبا بكم أعزائي المستمعين مرة أخرى في برنامج صحة وسعادة طبعا قبل الفاصل قلنا نحن عندنا موضوعين نتكلم عنهم الموضوع الأول هو خدمات اللياقة الطبية طبعا الفحوصات الدورية التي تقوم بها هي تصحب دبي الموظفين والعمال والمستخدمين في إمارة دبي تقي المجتمع من الكثير من الأمراض وأيضا تعمل أو تعلم المرضى عن حالتهم الصحية وبالتالي يمكنهم العلاج قبل أن تتفاقم مشاكلهم الصحية وعشان نعرف عن الموضوع أكثر معانا في الاستيديو الأستاذة ميسا البستاني مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية صباح الخير خطيف صباح النور مرحبا يا مرحبا في البداية بس اللياقة الطبية يعني نحن بنعرف يعني لي تتخبرين عن الإدارة اللي أنتم تديرونها وأيضا الخدمات اللي أنتم تقدمونها في هذه الدائرة في البداية طبعا أصبح لجميع المستمعين خدمات اللياقة الطبية هي خدمات تختص بفحص جميع القادمين الوافدين إلى إمارة دبي لغرض العمل أو الإقامة أو الدراسة ضد الأمراض المعدية التي تشكر خطرا على الصحة العامة طبعا الإجراء مرتبط بإستار التأشيرة تأشيرة العمل أو الإقامة أو الدراسة بناء على نتائج الفحص الطبي اللي يقوم فيها المقدم الطلب والنتائج اللي نحن نطلعها ونرسلها إلى إدارة العمل للإقامة وشؤون الأجانب بخصوص النتائج النهائية وبناء عليه تصدر للإقامة أو لا تصدر للإقامة طيب أنتوا حين في إمارة دبي يعني مساحة كبيرة فما يعني في عنكم مثلا كم عدد مثلا المراكز اللي تقدم أو تقدم هذا النوع من الخدمات حاليا عدنا تقريبا 14 مركز من ضمنها مراكز رئيسية ومراكز في المناطق الحرة العملاء المراجعين في المناطق الحرة طبعا هم كلهم مراجعين خاصة يعملون فقط في المناطق الحرة والشركات اللي تحت كفالتهم المراكز الرئيسية عدنا مركز لمحيصنا ومركز القوز ومركز الكرامة بالإضافة إلى مركز الراشدية تم إغلاق بعض الأفرع الصغيرة في المراكز الصحية التابعة إلى هيئة الصحة بسبب تغيير في بعض الإجراءات في الكثير من الاستفسارات عن المراكز البديلة فنحن نعيد توجيه اللي كانوا يأخذون الخدمة من مركز الطوار ومركز الخوانيج إلى مركز الراشدية فقط لمعلومات الجمهور المراكز الرئيسية طبعاً تستقبل كافة الفئات جميع فئات المجتمع وتقدم العديد من الخدمات منها الخدمات العادية وخدمات العاجلة وخدمات التميزة نحن نتكلم عن الخدمات هذه بشكل تفصيلي تقريباً كم عدد المراجعين اللي ينكم في المراكز؟ بشكل يومي يتراوح عدد المراجعين بين 8000 إلى 9000 مراجع في جميع المراكز وكم تأخذ الشخص من يعمل الفحص؟ كم يأخذ وقت لما يستلم النتيجة؟ طبعاً هو يعتمد على نوع الخدمة اللي هو قدم لها إذا كانت الخدمة العادية فيتراوح ما بين 5 إلى 10 أيام عمل إذا الخدمات المتميزة فيه عندنا خدمة الأربع ساعات وخدمة الأربع وشن ساعة وخدمة الثمان واربعين ساعة أربع ساعات ممكن الإنسان يحصل على نتيجة الفحص؟ نعم أنا عرف أن في مختبرات تأخذ وقت يعني بعض الأمراض يمكن يبقى لها حاضنات أو كذا لا الأمراض راح نفحصها لغرض الحصول على الإقامة يعني ما تأخذ وقت وحتى الأجهزة اللي نستخدمها للخدمات العاجلة تختلف عن الأجهزة اللي نستخدمها للخدمة العادية فنعطيهم يعني نوع من الأولوية طيب شو نوع أنواع الفحصات اللي أنتوا سوونها؟ طبعاً الفحصات تختلف على حسب نوع الوظيفة مثلاً العاملين بالأغذية يتطلب إضافة فحص الكبد الوبائي بالإضافة إلى فحص الأيدز وفحص الدرن الوظائف الإدارية نسوي لهم فحص الأيدز وفحص الدرن إذا كانت الإقامة جديدة بخصوص الأشعة ويسوون الأشعة في الصدر وأيضاً هذا طبعاً الاكتشاف مرض السل نعم المرض السل الرأوي نزيل بخصوص الناس اللي يشتغلون عندنا في المنازل إن كانوا مثلاً ساقين طباقين أو حتى مربيات أو كذا فبعد لهم فحصات خاصة فيهم ولا نفس الفحصات اللي تقام أو اللي تتم مع الأشخاص الثانين نضيف لهم فحص الكبد الوبائي بالإضافة إلى فحص الأيدز وفحص الدرن وفحص الزهري اللي هم عاملين في المنازل وفي بعض الوظائف مثل صالونات التجميل والنوادي الصحية ومدرسات المدارس والمربيات ومن في حكمهم يعني اللي يكون عنده اللي هو تواصل مباشر مع البشر زين في يعني خلال سنة أو سنتين على حسب الإقامة ممكن يكون الشخص أيضاً يتعرض لأمراض ففي هالفترة هاي خصوصاً الناس اللي مثلاً يشتغلون في صالونات صالونات تجميل يعني قصد الأظافر وكذا قد ممكن يكون يعني بعض الإشكاليات تستوي في هالحالات هذه الحين نحن دخلنا في شق الصحة المهنية لأنه في الكثير من الوظائف التخصصية يعني مثل اللي اشتغلون في صالونات التجميل تحتاج إلى فحوصات إضافية وتكون سنوية لأنهم بعد عندهم اللي هو رخصة المهنة هاي وين نهاية تصدرها من البلدية بلدية دبي نعم طيب نحن في عندنا مسج وعاني من مشكلة لتقديم فحص اللياقة الطبية من أكثر من أسبوع ما حد تواصل معايا المشكلة في الخدمة الإكترونية يرجى المساعدة العامل بيدخل في المخالفات وما حد رد عليه هذا الآن شخص يقول أنه في نتيجة ما طلعت يبدو وممكن تترتب على رب العمل مخالفات تعرفين في بعض الأحيانا يستوعدنا تأخير يمكن المعلومات ما تكون مطابقة ما بين المعلومات اللي يقدمها عن طريق الأونلاين والمعلومات اللي تكون فيه ورقة إذن الدخول فإذا كان في عدم مطابقة للمعلومات أحيانا يكون فيه تأخير في إرسال نتيجة الفحص فممكن هو يتواصل ويانا مباشرة هناك في مركز أبتون وبنشوف يعني شو مشكلته بنحلها نزيل الآن لو دخل في المخالفات إذا كان الخطأ من عندنا نحن يعني نتواصلوا إياه الإدارة العامة الإقرامة ومشون أجانا بأنهم يعني نخبرون من هذا الخطأ أو التأخير من عندنا فهم أعتقدوا لنا ما بيغصرون إياه على كل حال نحن نتواصلوا إياه الشخص هذا ونشوف شو المشكلة بعد انتهاء البرنامج إن شاء الله طيب سادة ميسل بستاني فيه بخصوص المقابلات التوظيف يعني مثلا واحد يشتغل فلازم رب العمل يقول يصير أعملي فحص فحص طبي وتعال وبنان عليه يعني يتم يعني توظيفه ممكن تكلمين على الموضوع هذا أيضا لو سمحته هذا يدخل فيه نطاق الصحة المهنية اللي هي الأغراض اللي هو فحص ما قبل التوظيف في الكثير من الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة أو غيرها يكون عندها قائمة بالفحصات الطبية اللي هم حابين يفحصون هذا الشخص اللي بيعمل بالتحديد فيها الوظيفة على أساس أن هذا الشخص يكون لائق للعمل صحيا لممارسة مهنة معينة يكون لائق أنه ما يأثر عليه صحيا لأنه إذا هو تأثر صحيا ممكن اللي حوالي في بيئة العمل أو اللوية يتأثرون بعد بسبب هذا المرض اللي فيه هو طبعا نحن بعدنا عيادة الصحة المهنية في أبتون مردف صنفنا المجموعات الوظيفية إلى تقريبا 14 فئة وتحت كل فئة مجموعة وظائف وكل وظيفة حطينا لها الفحصات الطبية اللي لازم هذا الشخص في هاي الوظيفة التخصصية يقوم بها يعني حين مثلا ممكن رب العمل يختار يعني فحصات معينة وأنتم تمشون بناء على رغبته وأيضا لكم فحصات خاصة فيكم هو يختلف الوضع أحيانا في الجهات الحكومية اللي عندها يعني خبرة في مجال التوظيف وعندهم جهة تخصصية اللي هي مثلا تمشي على معيار عالمي بالنسبة لها الوظيفة يكون عندهم خلفية الفحصات الطبية المطلوبة لوظيفة معينة ولكن أغلب الجهات ما عندهم هاي الخبرة فنحن طبعا هيئة الصحة في دبي جهة تخصصية قامت بإجراء مجموعات صنفنا الوظائف إلى مجموعات وتحت كل فئة مجموعات وظيفية نشوف هذا الشخص يندرجت تحت أي فئة وحطينا لها الفحصات اللي طيب بخصوص الفحصات النفسية في بعض الوظائف مثل المربيات مثلا الناس اللي يتعاملون مع الأطفال كذا لو واحد بغي يطلب منكم مثلا أنكم أيضا تعملون الفحصات النفسية ممكن نسؤلها هل الخدمة توفرة أيضا؟ طبعا بناء على طلب المراجع أو العميل إذا هو حاب أنه يفحصها من خلال قنوات هيئة الصحة ممكن نحن نرتب لهذا الموضوع وبتواصل مع الجهات المتخصصة للفحص النفسي ونوفر لهذه الخدمة طيب أنا عندي بعد أيضا أنا عرف أنه عندكم تواجد خدمة أيضا جديدة في هيئة الصحة بيتبئي يلي تخبرين عنها جديدة ولا قديمة يمكن؟ خدمة تواجد يعني موجودة من عدة سنوات نعم هي عبارة عن توصيل الخدمة إلى مكان تواجد المتعامل سواء كان شركة أو كان شخص حاب أنه يأخذ الخدمة في مكان تواجده في البيت أو في العمل أو في أي مكان هو حاب أنه يكون موجود في حدود إمارة تدبئي نحن طبعا نطرش لفريق العمل اللي يقدم للخدمة في مكان العمل نفسه؟ في أي مكان هو حاب أنه يأخذ الخدمة فيها يعني مثلا في بعض المواقع البعيدة مثلا قاولات عندهم مثلا خمسين أو ستين أو حتى مية تعامل ممكن تقومون يعني ترسلون ناس من عندكم يقومون بحصات اللازمة لهم نعم طيب أنا بس في بداية الحديث تكلمنا عن موضوع الخدمة السريعة والفي اي بي اللي تقولينيها يعني بشكل سريع خدمات الفي اي بي نقدمها في خدمات الأربع ساعات وفي خدمة الثمانة أربعين ساعة وخدمة الـ 24 ساعة اللي هو المتعامل يقدم على الخدمة أونلاين يصير حق المراكز اللي يتقدم هاي الخدمة ويحصل عليها خلال 24 ساعة أو 48 ساعة لحسب الطلب اللي هو مقدمنا كلمة أخيرة أستاذ ميسا البستاني أشكر لكم عن الاستضافة ومن ضمن الخطط التوسعي لهيئة الصحة ان شاء الله بيكون فيه عندنا مركز أبراج محيرات جميرة بيكون فيه بداية العام القادم ان شاء الله ونحن نرحب في اقتراحات المستمعين والعملاء وإذا كان عندهم أفكار تحسينية للخدمة فنحن دائما نرحب فيهم شكرا شكرا لأستاذ ميسا البستاني مدير إدارة خدمات الياقة الطبية بيهات الصحة بدبي شكرا جزيلا لك أعزائي المستمعين فاصل ان شاء الله ونرجع لكم بعد دقائق صحة وسعادة أعزائنا المستمعين أسعد الله صباحكم بكل خير عدنا لكم مجددا في برنامجكم اليومي صحة وسعادة الحلقة أو الفقرة القادمة بتكون ان شاء الله مخصصة لشيء أو تقنية جديدة تم استخدامها مؤخرا في مستشفياتنا هنا في مستشفيات هيئة الصحة بدبي ولتعرف على هذه التقنية الجديدة معانا الدكتور أيمن صلاح أو صالح عفوا استشاري ومسؤول قسم القسطرة والأشعة التداخلية بمستشفى دبي دكتور صباح الخير صباح الخير صباح الخير لجميع المستمعين يا هيك الله يا دكتور دكتور أنا صراحة يعني ما عرف في الأشعة التداخلية ريت تتكلمنا عن موضوع الأشعة التداخلية هل هي الأشعة السينية؟ في الحقيقة الأشعة التداخلية أو قسمنا الجديد في مستشفى دبي هو القسطرة والأشعة التداخلية اللي هي عبارة عن استخدام جميع أنواع الأشعة السينية وغير السينية للتشخيص وعلاج المرضى لجميع أنواع الأمراض طيب دكتور يعني الرنين المغناطيسي تبع قسمكم يسمونه سيتيسكان قسمنا عبارة عن قسم تابع لقسم الأشعة التشخيصية ولكن عبارة عن جزء مفصول عن الأشعة التشخيصية لأنه يستخدم الأشعة التشخيصية للعلاج فقسمنا والحمد لله طبعا بجهود من هيئة الصحة هيئة صحة دبي ومساعدة ودعم من إدارة مستشفى دبي استطعنا ابتتاح هذا القسم اللي هو جديد على دبي بالعيد الوطني العام 2014 هاي عمنات قسم جديد يعني هذا جديد جدا بس التقنية الآن خلينا نرجع لموضوع التقنية أنا تقنية جديدة تستخدمون فيها ثاني اكسيد الكربون في التصوير صحيح لحد يعني في كل السنوات لحد العام الماضي بجميع أنواع التشخيص التصوير التشخيصي والتصوير العلاجي كنا نستعمل أو بنستعمل لحد هلأ في أجزاء معينة من الجسم بنستعمل صبغة أو مادة ملونة هاي الصبغة المادة الملونة بتساعدنا على إنه نشوف المشكلة ونحدد وين المشكلة بالجسم وإحنا كمتخصصين بالقسطرة إنه نعالجها المشكلة بالصبغة أو المادة الملونة إنها هاي ضارة على الجسم وضرع بالذات على الكلوي وخاصة لمرضى الفشل الكلوي ومرضى السكري فطول السنين الأخيرة بالعالم كله كانت المحاولات إنه إيجاد طريقة تانية لاستعمالها للتشخيص وعلاج المرضى إن التشخيص الآن بيسبب مشكلة أخرى أيضا بالتقنية القديمة بالزبط هلا التقنية الجديدة الحمد لله اللي وصل إلها العلم اللي هي استخدام غاز طبيعي موجود بالشكل الطبيعي بالجسم عندنا وهذا الغاز يعطينا نفس الصورة اللي كانت تعطينا إياها المادة الملونة بدل ما نحقن بالشريانات أو بأوردة المريض المادة الملونة الضارة نستطيع نحقن الغاز اللي هو ثاني أكسيد الكربون عن طريق دكتور يعني ثاني أكسيد الكربون نحنا نعرف يعني على حسب علما أنه هو مادة ضارة أيضا هو مادة ضارة إذا أنت استنشقته الآن إحنا اللي الزفير عنا عبارة عن ثاني أكسيد الكربون اللي منخرجه من صدرنا عبارة عن ثاني أكسيد الكربون إحنا لما منعطيه بالشريان منعطيه مع الدم بروح مع الدم وبخرج عادي زي ثاني أكسيد الكربون اللي إحنا منخرجه طبيعيا فهو غير ضار بحالة أنه إحنا منحطه دائريكلي يعني رأسا بالشريان أو الوريد المشكلة كانت عندنا أنه حتى استعماله كان صعب لأنه ما كان لأنه غاز ما كنا نقدر نسيطر على الكمية اللي منعملها من حدنا المريض لحد ما بالسنوات السنتين الأخيرات طلعت أجهزة أوتوماتيكية بالضبط عندك كنترول كامل يعني عندك بتعرف بالضبط قديش أنت بتحكم بكمية المستخدمة بكمية المستخدمة طبعا بس نرجع للرسائل النصية تواصلت عن طريق الإيميل مع القسم ووعدوني بحل الموضوع ومحد رد علي وشكر لكم على المساعدة إن شاء الله نعتقد نفس الشخص اللي كلمنا أو اللي بعث لنا إيميل بخصوص النتيجة إن شاء الله بعد الهوى منتواصل لياك إن شاء الله ومنحول موضوعك إلى إن شاء الله الميسان البستاني هي المديرة المعنية وإن شاء الله توجد لك حل إن شاء الله بأسرع وقت ممكن نرجع مرة ثانية دكتور يعني العلاجات اللي أنتو أو الأمراض التي يتم أو ممكن يتم اكتشافها باستخدام هذه التقنية ما هي بالضبط؟ نحن طبعا القسم تبعنا القسطرة والأشعة التداخلية ما يعتمد على تشخيص وعلاج الأمراض بس أحب أحكي فقرة وجيزة عن قسم القسطرة والأشعة التداخلية اللي هو عبارة لأنه المستمع بيجوز بعرف بيسمع بالقسطرة بيفكر إنه فيش قسطرة إلا قسطرة القلب صحيح أنا هذا اللي يعرفه بالضبط هذا المفهوم طبعا مش مية بالمية فعشان هيك في قسطرة للقلب اللي بيعمل اللي بيقوم فيها دكتور القلب اللي هو بيعالج أشريانات القلب كل أجزاء الجسم الأخرى تعالج عن طريق القسطرة والأشعة التداخلية اللي هو من قوم فيها إحنا اللي هي إحنا دكاترة قسطرة وأشعة تداخلية يعني مثلا الحين لو واحد أصيب مثلا بتجلط في رجلة أو تخثر ليس الطبيب القلب هو الذي يقوم بعملية القسطرة لا الطبيب القلب إذا المريض عنده تجلط في شريانات القلب هو اللي يقوم بالعملية أي تجلط في أي شريانات أو أوردي خارج القلب دكتور القسطرة والأشعة التداخلية هو اللي يعالج هاي المرضى إلى جانب الأهم بالموضوع أنه القسم والحمد لله اللي أنشأنا من سنتين بمستشفى دبي اللي إلى جانب التخصص بالشريانات والأوردة وعلاجها وتشخيصها أهم يعني هو المركز الوحيد في الإمارات اللي هو متخصص بمعالجة أمراض السرطان بأحدث الطرق بالليزر بالمايكروويب حقن الكيمو بداخل الورم رأسا مما يزيد من مفعوله ويبعد كثير من مضاراته الجانبية على الجسم وضع الأجهزة العلاجية بالمرضى جميع أنواع القسطرات قسطرات الغسيل غسيل الدم للمرضات اللي عندهم فشل الكلوي الأجهزة اللي بيستعملها الواحد للعلاج الكيموي كل هاي بتنعمل بقسم القسطرات والأشعات التداقلية جميل دكتور الآن التقنية الجديدة ما هي الميزات اللي فيها غير عنها أنها يعني ما تسوي بنتاج أو أشياء سهل يعني خلا نقول أعراض جانبية الميزات طبعا إحنا الميزة الوحيدة والأساسية اللي بدنا إياها إنه نقدر نشوف المشكلة وين في جسم الإنسان صحيح إذا أي مادة غير ضارة واللي هي اللي هلا بنستعملها ثاني كسيد الكربون هاي يعني وصلنا للي بدنا إياه إذا ورجتنا المشكلة وين المشكلة وخلتنا نستغني عن المادة الملونة اللي هي ضارة جسم الإنسان هلا ما ننساش إنه فيه طبعا محددة تحديدات لهذه المادة يعني الثاني كسيد الكربون ما منقدر نستعمله مثلا بالتشخيص القلب ومرض شرينات القلب أو الدماغ المنطقتين الوحيدتين اللي ما نستطيع نستعمل القلب والدماغ نعم بأي أعضاء الجسم نقدر نستعمل المادة الملونة الثاني كسيد الكربون بدنا نعمل المادة الملونة طيب كم عدد إذا عندك رقم ممكن تفيدنا فيه كم عدد الناس اللي استفادوا من التقنية هذه إحنا الحمد لله يعني من يومة ما بتتحنا قسم القسطرة بمستشفى دبي إيه 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 إي الفيزيوني. منستعمل المقطعي المغناطيسي عشان نعالج وعشان نشخص. وطبعا اكيد هو اذا عرفت المشكلة اصبح العلاج اسهل يعني. بالضبط. طيب. اه في عندنا مداخلة. هلو? السلام عليكم. مين وليد? وليد. وليد الشامل. يا مرحبا. يا مرحبا. يا مرحبا. يا مرحبا. وسهلا. فضل. بس بس مداخلة. الاشعة التداخلية هل يعترى هي المخصوص فيها. مدلي دكتور سبعت. اه سامع اه يا هلا فيك اخ وليد. اه. اه عبارة عن طريقة جراحية بس خارج عن نطاق الاشعة التداخلية. الاشعة التداخلية عبارة عن علاج الامراض عن طريق اه بدون فتح. يعني بدون جراحة. اه طبعا القاما نايف نوع من انواع الاشعة التداخلية. بس القاما نايف ما بتنعمل اه من من طرفنا. بتنعمل من المتخصصين بجراحة الدماغ. اه. في عندك شيء اي سؤال الاخر خبير وليد? نعم. دكتور انا اتمنى يعني اتمنى دولة الامارات ما شاء الله عليهم متقدمة في في مجالات كثيرة. اه اه القاما نايف انا الجأ فيها مشان اه ولدي ولدي الصغير اه كعنده مشكلة نزيف في الدماغ. وطبعا كان صعبا جدا انه ندخل عن طريق الجراحة العادية او حتى الجراحة القصر او القصر. القصر ايوان. فكل الاطباء اشاروا انه القاما نايف. والقاما نايف تعرف في في دولة الامارات مش موجودة. انا اتمنى انكم انتم تحطوا في الاعتبار او تحطوا في الحسبان انه نحنا ممكن ندخل الجهاز القاما نايف عذابة الامارات. ان شاء الله. ان شاء الله. انا سمعت انه في واحد في الكويت بس طبعا اخبار غير مؤكدة. نحن الان نلجأ دائما للالاج خارج الدولة او في الاردن. الاردن عندهم الجهاز نتمنى نحن نكون الجهاز هذا موجود في. ان شاء الله ان شاء الله قريبا ان شاء الله. ان شاء الله هاي بتكون مساعدة طبعا لمرضة كتير بدولة الامارات. وانا متأكد انه بالمستقبل القريب الهيئة الصحة والقيادة في الامارات راح تكون زي ما هي ساعدت لحد هلا ودعمت كل المشاريع الجديدة ان شاء الله بتم دعمها المشروع وان شاء الله بتم. ان شاء الله شكرا اخي وليد. الله يدك شكرا. اه بس في واحد مطرش اه مساج اذا اه اه اشواق. اه في في عندنا مساج لو حدي تواصلوا يا بعد اذنكم. اه نرجع موضوعنا دكتور مرة ثانية. شو الفرق الان قلت انت موضوع الصبغات وما صبغات وثانية اكسيد الكربون. اه يعني هل هناك في بخصوص الدقة النتائج هل يعني مرضية هل هي نفس الدقة بالضبط ولا اه يعني ممكن هل يعني ممكن يعتمد عليها هاي النتائج? النتائج اه اه ما بقدر اقول انه مية بالمية بنفس الدقة بس يعتمد عليها. يعني انا بقدر اعمل قسطرة كاملة تشخيصية وعلاجية باستخدام ثانية اكسيد الكربون بدون اي مشاكل. بدون اي تحديد يعني اه يكون عندي انه مش متأكد ولا فيعتمد عليها. ايضا عندنا مداخل ابو حمد معانا. والله بالخير. مساكرة السرباح كلها بنور وسرور. امر تفضل ابو حمد. انت على الهواء. سمحت بالنسبة اذا كان واحد مثلا اه يعني عنده عمل اه قسطرة قلبه الحمد للسليم لكن ما زالت فيه اعراب موجودة يعني بتعب والحق. بالنسبة اذا واحد يبغي مثلا نصور يعني او يعمل هذي تشخيص لكل الجسم في القدمين او في منطقة المناطق الاخرى. نعم. يعني هل ممكن يعملها عن طريق هذي اللي هو الكربون ثانيكسيت الكربون المستشفى. جميلة. عند عندك سؤال ثاني ابو حمد. اه بالنسبة لل يعني القسطرة هي هي هذي اللي هو بيعملها مثلا كسيت الكربون. هل في نفس تكون علاجية وتشخيصية يعني قسطني في جلسة واحدة. اهل هي مثلا الممكن لشخص في نفس اليوم يطلع. ان شاء الله تسمع تسمع الجواب ان شاء الله. اتفضل الدكتور. اه سلام اخ ابو حمد. اه 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 او او شي تشخيصه. قال القلب ايضا واذا فيه الاجسام الاخرى. اه اه هل كان هل التصوير ممكن يكون ايضا علاج في نفس الوقت? هلا لما زي ما سبق وحكيت انه الثانيكسيت الكربون لا يمكن استعماله بالقلب والدماغ. فا اه بس زي ما فهمت انه حضرتك عامل يعني عامل قسطرة للقلب بس انت بدك تطمن على اجزاء الجسم الاخرى اجزاء الجسم الاخرى بيقدر الواحد يعملها قصرة بثاني اكسيد الكربون بدون ما يأثر على الكلا او على الجسم وبنفس الوقت بيقدر يعالجها عن طريق يعني بنفس الوقت دكتور فيه ممكن اعتقد ان فيه بعض الناس ممكن عندهم قابلية اكثر للاصابة بالجلطات فاذا فيه امكانية يعني واحد يبا يتأكد ايضا مثل مثل ابو حمد مثلا يبا يتأكد ان ايضا اعضاء الاخرى سليمة في عندكم هذا ممكن واحد يلجأ لهذه التقنية لحد اليوم احنا كنا دائما منعمل الفحص الشراينات بدون اي مادة ملونة عن طريق التصوير التلفزيوني المشكلة بالتصوير التلفزيوني انه ما بيعطيك صورة واضحة عن كل الشراينات والشراينات الشراينات الصغيرة عشان هيك الواحد بلجأ للتصوير بالتصوير بالمادة الملونة كنا نلجأ للتصوير بالمادة الملونة الحمد لله هلا عن طريق ثاني اكسيد الكربون نقدر نعمل تصوير غير دار يعني منافس للتصوير التلفزيوني اللي هو غير مدار غير دار ويجينا نعطينا نفس النتيجة الكويسة اللي هي يعتمد عليها جميل عندنا ايضا مداخلة اخي عبدالله بخير الحمد لله يحفظك لا بفضلك بغيت اسأل الدكتور اخويه في متوي عملية شزم الصمام صمام هذا في القلب معناته ايه نعم ايه تفضل ايه تفضل ايه والله انا ما مدري والله هادة بصراحة مش من تخصصنا اه يعني لازم ترجع فيه دكاترا المتخصصين بجراحة الشريانات لا هو الآن يقول أن الرباط الصليبي هل بتأثر عليه إذا كان عامل شيء في القلب سابقا لا ما أظن بأثر عليه بس سؤاله أنه أفضل عملية للمشكلة هاي ولا لا أخي عبدالله ويانا على الخط مدري هذا هو الجواب يعني توقع؟ لأن ما فهمنا السؤال صراحة بشكل واضح يبدو السؤال يطول عمر أنا والله رحيم أنا معرف السؤال لكن أنا بقى عارف أنه يفضل وما يفضل يعني الحين هو عنده مشكلة في القلب وسوى عملية في القلب والآن يبقى يسوي عملية ترباط صليبي هل هذا هو السؤال؟ آه جيد خلاص ما في شكالي إن شاء الله بتسمع الجواب إن شاء الله أخي عبدالله في عندك شيء إضافة دكتور بخصوص عبدالله؟ لا لأنه أنا يعني هذا متخصصين القلب ومتخصصين الشريانات يعني جراحة جميل نرجع مرة ثانية دكتور أنت أيضا في خلال التصوير ممكن يتم العلاج في نفس الوقت شة تقنيات التي يستخدمونها في الإعلاج؟ آه جميع يعني جميع تقنيات متطورة طبعا توسيع الشريانات آ آ آ آ آ آ آ آ زرع شبكيات بالشرائنات والأورد آ آ آ آ آ آ انتزاع الجلطات من الشريانات والأورد آ آ بنفس الوقت شفت الجلطات من من الشريانات والأولدة فجميع التقنيات الموجودة حتى في عندنا من أجدد التقنيات اللي هي تنظيف الشريانات من الداخل أو تحبيف الشريانات من الداخل من التكلسات وتنظيفها وفتحها نزين جميل الوقت مشى بسرعة صراحة نالحين يقولوا لي أن قرب الوقت على انتهاء الحلقة الدكتور بس لو تقولنا كلمة أخيرة أنا بالنسبة النهاية بدي يعني إحنا منوعد مرضانا دائما أنه نكون على حسب ظنهم ونحاول نستحدث ونجيب كل التقنيات الجديدة اللي بتساعد بعلاجهم وطبعا نشكر الدعم من الهيئة الصحة و إدارة مستجفى دبي لكل هاي التقنيات اللي عنا موجودة اللي هي بالأصل وبالنهاية لمساعدة مرضانا وحابب أشكر البرنامج طبعا لأنه أتاح لنا الفرصة نشرح شوي عن الشغلات اللي نقدر نقدمها لموردانا صراحة أول مرة يعني أعرف عن هذا الموضوع على كل حال شكرا جزيلا لك الدكتور كان ويانا الدكتور أيمن صالح أو صلاح مشكور جدا صالح استشاري ومسؤول قسم القسطرة ولا شعة تداخلية بمستشهد بي شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك أعزائنا المستمعين لقد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم ونتمنى إن شاء الله أنكم استفدتوا من هذه يعني المعلومات إن شاء الله وأيضا سنكون إن شاء الله وياكم غدا إن شاء الله على نفس الموعد ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي